بسم الله الرحمن الرحيم دولة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء دولة المجر الصديقة السيدات والسادة الحضور اسمح لي أن أنا ورحب بيك صديق عزيز وأخ عزيز فخامة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري ورحب بيك وبالوافد المرافق ليك اسمح لي أيضا أن أنا أسجل لك في أن إحنا العلاقات المصرية المجرية النهاردة بقالها أكتر من تقريبا 95 سنة ولكن شهدت العلاقات دي الدفعة كبيرة جدا خلال الفترة اللي دولتك كان موجود فيها على رأس الحكم في المجر أسمح لي أقولك أن إحنا أيضا من سبع سنوات في زيارتك لينا لمصر كانت بتمثل دعم حقيقي وفهم حقيقي للأوضاع في منطقتنا والدعم ده مش بس كان من خلال الزيارة أو حتى التعاون ولكن أيضا من خلال إحنا كنا نقلينا سوط في الاتحاد الأوروبي كان السوط ده هي دولة المجر بتقدم وتشرح وتفسر كتير من الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة بما فيها الأوضاع اللي موجودة في مصر فأنا أقدر هذا الأمر لكم وأبعتز به باسمي وباسم كل المصريين واسمح لي أقولك أن أن العلاقات من مصر والمجر تعد نموذجا يحتزى به في علمنا الذي يمر في هذه الأوينة بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة وسبب تميز هذه العلاقات في تقديرها وتوافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين فضلا عن التوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية وهي الأمور التي ناقشناها خلال المباحثات الثنائية التي عقدت اليوم السيدات والسادة لقد تركزت المباحثات مع دولة رئيس الوزراء المجري على بحث سبل مواصلة تعذيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين بلدين حيث توفقنا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين من الاستثمار في مصر وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما شددنا على ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية فضلا عن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة الماء والري والنظر في سبل التعاون لمواجهة أزمتها الغذاء والطاقة العالميتين والعمل على زيادة عدد الساحين بين البلدين وأكدنا أيضا أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها وتطرقنا إلى درورة بحث سوبر التعاون المشترك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر تنولت مباحثاتنا أيضا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والتجارة والصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والرأي وإدارة المياه وكذلك في مجالي الثقافة والتعليم هنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى دولة رئيس الوزراء على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا يتبرى من العام الدراسي 2023-2024 كما أعرب عن تطلعنا لزيادة عدد تلك المنح مجددا في المستقبل في دوق الاستفادة التي يحظى بها الطلبة المصريون من المنح المجرية ومن الدراسة في المجر ترجمة نانسي قنقر